أهلا بكم يا برج الحوت في قراءة شهر فبراير هنعمل مع بعض إن شاء الله قراءة عامة بتشمل عاطفة عامة وصحة هنشوف كمان المنفصلين منكم والعزاب فأتمنى أن القراءة دي تكون مفيدة بالنسبة لكم إن شاء الله طبعا أنا بعتذر لو كانت القراءة تأخرت عليكم شوية إحنا الشهر ده نزلنا الأبراج حسب الأكتر نسب مشاهدة المفروض تكون مشاهداتكم أكتر من كده علشان برجكم اللي ينزل الأول يعني فإن شاء الله تكونوا من الأبراج الأكتر مشاهدة في الأشهر القادمة إن شاء الله فطبعا يا برج الحوت لو حضرتك كنت أول مرة بتشوف القناة يشرفني طبعا انضمامك لأسرة القناة بإنك تعمل سبسكرايب كمان سواء أنت كنت مشترك أو لا يشرفني إنك تنضم معانا على السوشيال ميديا بتاعتنا اللي بتظهر على الشاشة هتلاقوا الروابط كمان موجودة في صندوق الوصف لأننا بنكون أكتف ومتفعلين هناك في الأوقات اللي ما بينزلش فيها فيديوهات على القناة فهنا هيكون أحوالك أنت يا برج الحوت أحوال الشريك وضع العلاقة دلوقتي إيه نوايات تجاهك وتجاه العلاقة ما هي الخطوة القادمة هل هيكون في عودة للمنفصلين ولا لا أحوال العزاب وهل في حد جديد هيدخل على حياتكم ولا لا أحوال العمل والأموال أحوال الأسرة أحوال الوضع الصحي وهنا كارت للنصيحة طاقتك أنت يا برج الحوت أعتقد أن أنت ممكن يكون عندك مشاكل على الصعيدين العاطفي والعملي عاطفيا ممكن تكون أنت حاسس بوحدة حاسس أن أنت مفيش حد في حياتك الحبيب ممكن يكون سابق وسافر أو مختفي عنك تماما ممكن تكون أنت ما تعرفش عنه حاجة وبتمر بانفصل دلوقتي برضو ممكن يكون في عندك نقص في الفلوس ممكن برضو تكون أنت سايب عمل وحاسس أن فلوسك بتخلص أو أن أنت معكش فلوس خالص أصلا أو خايف أنك تسيب عملك وتمر بمشكلة ده ممكن كمان يكون فيه بلوك ما بينك وما بين الشريك ممكن يكون هو من برج الحد زيك على فكرة احتمال وفي صد من قبلكم أنتو الاتنين احتمال كمان يكون فيه ما بينكم بلوك أو مشاكل متكررة أنت حاسس بتعلق شديد تجاهز الشخص وشايف أنه هو سابق وأن أنت وحيد وأن أنت متعلق به مش عارف تفرك نفسك منه وأن أنت عندك إدمان عليه أو متعلق به تعلق قسام يعني احتمال برضو يكون كان فيه ما بينكم علاقة جسدية المهم أن أنتو فيه ما بينكم رابطة وأنت مش عارف إزاي تفك هذه الرابطة يعني ممكن كمان تكونوا أنتو بتشتغلوا مع بعض احتمال وعلشان كده لما أنت سيبته فاضطريت أن أنت تسيب شغلك كمان يعني ممكن حاجة زي كده أن انتو تكونوا بتشتغلوا مع بعض وأنت تطريد تسيب عملك علشان هو موجود فيه مثلا أنا بشوف أن هو بيفكر فيك هو كمان ومتواصل معاك بالروح لكن شايف أنه المفروض أنه الانفصال ده كان يحدث لأنه لما بيفكر بشكل عملي بشايف أن علاقتكم مش ممكن تنجح يعني أو أن هي مفيش أصص مبنية على إنجاحها ده مش معناه أنه هو ما بيحبكش يعني بس هو شايف أنه أنتو ما ينفعش تكمله مع بعض وأنه مفيش أصص ينفع علاقتكم دي تتبني عليها ولهذا يعني ولهذا السبب أنتو مش هينفع تكمله مع بعض ممكن يكون فيما بينكم خلافات كتير والعلاقة دي مش وقفة على قصص صلبة يعني هو شايف كده طب خليني أشوف هو ناوي على إيه تجاهك وتجاه العلاقة هو بيحبك بس هو شايف أنه أو أنتو فيما بينكم خلافات كتير قوي وفيما بينكم فرقات كبيرة وأن الفرقات دي هتشكل عوائق كتير وأن هو لما بيجي يحسبها بالورقة والقلم أو لو هيعمل جدول مثلا بالمميزات وبالعيوب شايف أن كافة العيوب هي اللي بتكسب وبالتالي علاقتكم غير نجحة فهو هيفضل يحبك وكل حاجة لكن هيحبك بعقله ومش بقلبه لأنه شايف أن انتو ما ينفعش تكمله مع بعض وهو كمان شايف أن انتو ممكن تكون علاقتكم نجحة جدا كشغل لكن مش كعلاقة عاطفية وممكن يكون هو مستنيك ترجع أن انتو تشتغلوا تاني مع بعض مش أنكم تدخلوا في علاقة مع بعض على الأغلب يعني بس غالبا أنت هترفض حاجة زي دي فهو عايزك تشتغل معاه مش عايزك أن انت تكون معاه في علاقة دي الفكرة طب المنفصلين منكم هل هيكون في عودة خليني أشوف لو أنتو كنتم في زواج مثلا أو أنت منتظر عودة شخصا من الماضي هل هيكون في عودة طبعا هيكون في عودة ونص وثلاثة اربع أكيد هيكون في عودة إن شاء الله وعودة سريعة كمان وهيكون في حل لكل المشكلات اللي ما بينكم كمان المنتظر منكم شخص جديد هيكون في عرض بالزواج من شخص جديد احتمال يكون من برج طور واحتمال يكون أكبر منكم في السن أو هيكون جاي من سفر يعني فأو هيكون في فرصة كمان أنكم تدخلوا في علاقة جديدة طب خلينا نشوف بقى أحوال العمل والأموال هو أنا بشوف أن أنت فعلا نادم أنك تركت عملك وممكن تكون بتسعى لفرصة جديدة ما اعتقدش أن أنت عندك مشكلة ماديا أنت ممكن تكون خايف أن فلوسك تخلص أو خايف من المستقبل ومش عارف تعمل إيه بالزبط بس أنا بشوف أن هيكون في حل لهذه المشكلة هتبدأ بداية جديدة سواء في نفس العمل أو في عمل جديد أنت عندك إمكانيات وسكيلز كتير تؤهلك أنك تكون ناجح ممكن كمان هتبقى مدير على طول وهيبقى عندك نجاح ووفرة مالية كمان من بعد فترة من الانقطاع عن العمل والقلق من المستقبل المهني كمان بالنسبة لأحوال الأسرة بشوف أن فيه برضو قضايا مالية هتتحل مع الأسرة ممكن يكون فيه ورثة أو حاجة ومتعلق مثلا بقاله فترة هتبتدي المشكلة دي تتحل وتحصله مثلا على الورثة ده أو هيجي لكم مساعدات مالية من الأهل أو من الوالدة بالنسبة كمان لأموركم الصحية فأنا بشوف أنت والشكرات بتاعتكم مفتوحة وروحانياتكم عالية وعندكم قدرة هائلة على التخاطر محتاجين بس تاكلوا أكل نباتي تعتمدوا على النظام النباتي أكتر في أكلكم وكمان تحافظوا على صحتكم بشكل عام علشان ما تضطروش أنتوا تتعرضوا الوعي كالصحية أو ما شابه يعني محتاجين أنتوا يكون فيه وقاية مش أكتر فنصحتكم أنتوا متفكروش في الماضي كتير أنتوا بتفكروا في الماضي في الوقت اللي كان معاكم مثلا فلوس في الوقت اللي كنتم ناجحين في عملكم أو زي اللي بتندبوا حظكم في الوقت الحالي فأنتوا محتاجين تتخلصوا من هذا النوع من التفكير لأن أنا بشوف أن القادم أفضل سواء على الصعيد العاطفي أو على الصعيد العملي وبالأخص من الناحية العملية يعني فيه شخص جديد هيجي لكم لو أنتوا حتى عايزين ترجعوا الشخص من الماضي برضو هيكون أما بالنسبة للشخص اللي أنتوا كنتوا معاه في علاقة فهو مش بيكرهكم ولا حاجة لكن هو عايز يرجحها كصداقة أو كعمل يعني فطبعا هو القرار يرجع لك كل الفكرة أن أنت ما تفكرش في الأمور بشكل ثلبي خليني برضو أخذ لك نصيحة من الملايكة وأشوف هينصحوكم بإيه إحنا معانا هنا أبراج برج الجادي برج الحوت زيك برج التور كتير أكتر من مرة برج القوس والسرطان برج الدلو برضو كتير العقرب والجوزاء وطبعا كل التاقات هنا بيقول لك ياس في حاجة كويسة هتحصل بس لو أنت أمنت بكده فحاول أنك تعمل قانون جذب بشكل إيجابي لأن أنت عندك أصلا قدرة هائلة على الجذب لكن غالبا أنت بتستغلها في الجذب السلبي مش في الجذب الإيجابي هنا بيقول لك في فلوس وفي وفرة مالية هتجي لك وده اللي احنا كنا لسه بنقوله فافتح إيدك واستعد الاستقبال البركة والفلوس اللي هتجي لك دي إن شاء الله فما تقلقش خليني برضو أخد لكم كارت من هنا هنا بيقول لك إن الكون في ظهرك وبيدعمك فما تقلقش كل حاجة هتبقى تماما الكروت بتطمنك يعني أنا شايف أنت في طاقة مش كويسة وفي قلق يعني مالوش لازمة استبها على الله لأن ربنا في ظهرك والكون في ظهرك والملائكة كمان بتطمنك وبتقول لك كل اللي انت عايزه هيكون وفي وفرة مالية كويسة جدا يعني هتجي لك كمان فإن شاء الله خير يعني ما تقلقش هنا بيقول لك إنه في علامة هتجي لك أو في حاجة جديدة هتحصل وفي حياة هتتولد من أول وجديد فحاول إنك تعمل ميديتيشن علشان تستقبل الرسائل اللي بتجي لك لأن في حاجة في حياتك هتتولد من أول وجديد هنا بيقول لك تواصل مع الطبيعة وقضي وقت كافي في صحبة الظهور والفراشات وفي التأمل وفي الميديتيشن علشان تقرأ الرسائل اللي بتجي لك فهذه كانت قراءتكم يا برج الحوت أتمنى تدعموني بلايك وشير لو كانت عجبتكم واكتبوا لي رأيكم في التعليقات بشكركم طبعاً كلكم وبتمنى لكم السعادة والحظ الموافق مع السلامة